قدام السرير دي غلط انعكاس جسدي على المرايا قطأ بيعملي طاقة عالية زمان نفتح الدولاب نلاقي المرايا جوه إيه اللي خلال المرايا برا ما طلعت برا برا خلاص هنعمل إيه انكسرة إن احنا ما عندناش النجار كويس للوقتي اللي يعملي قيمة حلوة ويعملي فرونتونا إحنا متفقين أنا وإنتي إن احنا هنبقى في حدود المتاح جميل في الحالة دي يا إم أغطي بسترة المرايا اللي قدام السرير أو المرايا اللي عالدولاب يا إما حرك الكنسول أو حرك السراحة واجبها السرير اللي على الأرض المهم أنام على السرير ما بصش ألاقي نفسي قدام المرايا السرير اللي على الأرض لأ هنجيب بقى نجار بسيط جنبنا لا هاش حال غير نجار أنا مش حايزة بقى الناس تقعد لزق على الأرض وجنب الكهرباء لأ تكلف عشان بس نبقى منطق يبقى نحاول على قد ما نقدر تمام؟ إن إحنا ما ننامش وورانا شباك فوق راسنا شباك بلاش السرير يكون وورا حتة الحمام ومواسير الميا بلاش القلق اللي منعيشه ده فيه بقى سر هقوله لك غريب جديد قولي هننفرج بيه في الحلقة بتاعة حضرتك يلا حبابتي شبتي قولي الناس اللي بتحط إزازة الميا جنب منها وهي نايمة اللي بيحط إزازة ميا وهو نايم بيجذب الأدوية بيجذب المرض تخيالي دي ياه طبعا طبعا ده ما فيش حد ما بينامش ما فيش على أكبر غلط أكبر غلط إزازة الميا جنب منك وجباية الميا أنتي بتقولي للسبقانشس أو العقل الباطن أو اللوعي بتاعك اسحي من أحلى نومة خدي بقى ميا وناني يبقى أنا ما عنديش كواليتي نوم صح أنا نارزة منام بعمق بقوة أخدت سبع ساعات مرة واحدة بدون قلق وان شوت وان شوت سعيدة ومبسوطة هتوعديني بلقاء تاني هتوعديني بلقاء تاني ايه تاني مبدئيا لغاية ما نتقابل تاني ممنوع عشان ننام كويس ونبعد عن التوتر يبقى حوالينا في قوة النوم كل اللي حوالينا في قط النوم إنه يكون الألوان هادية بلاش الألوان البنفسجي بالذات الناس اللي بتحط اللون البنفسجي ليه هي بنفسج ظهر حزين يجذب الحزن البنفسج دايما الظهور بتاعة الجنازات ليه لازم نقول ليه للناس لأن البنفسجي مشتق من اللون الناري الأحمر والنون المائي الأزرق لون البحر اندماج اللونين دون عمل اللون البنفسجي عشان كده بيديني طاقة حزن في البيت فنقلل منه خده ديات تطعيمات في الصلاة ولكن مش حيطة كاملة مش فرشة كامل بلاش اللون الأسود بلاش اللون الأحمر في غرفة النوم خلينا لون البشرة اللون الفخاري هلوان النود الفخاري النود خالر البيج اللون السادة بلاش الإزعاج البصري أنا عايزة نام بعمق نام مرتاح يأتي كامل نجاح ما تقولينا حاجة على الفلوس سريعا قبل مشغلك عشان وقت يخلص لغاية ما نتقابل تاني وعلى وعد هتتبقى معايا بعد العيد إن شاء الله الناس اللي تسمعني دلوقتي ومعاها محفظة سودا تأكدي مية في المية من كل واحد بيسمعني دلوقتي محفظته لونها سودا ما فيهاش فلوس فيها ورق أبيض فيها كروت فيها صور دي أكتر حاجة تخلي معندناش فلوس محفظة سودا يعني أنا طب لو خرجت دلوقتي غيرت محفظتي أجيب محفظة لونها إيه بني أجيب بني أو أخضر أو أنت ست محفظة حمرة ليه؟ لأن الورق النقود البنك نوت معمول من إيه؟ من الخشب من الشجر أنسب حاجة لها العنصر الناري والعنصر الخشبي لون الخشب ساق الشجرة طيب فروع الشجرة الستات تمسك محفظة تغير المحفظة غير الشنط تمسك محفظيتها تبقى ألوانها إيه وإيه وإيه تختار حمرة أو بني أو خضرة أو بيج أو بيج ممنوع اللون الأسود سواء للراجل أو الست الرجالة بني لون هفان البني بدرجاته ممكن خضرة تمام؟ للرجالة صعب شوية إنها ما ماشي دي الألوان حاجة تانية بقولها برضو معلومة حلوة وحصرياً لبرنامج بلاش نحط الفلوس مع المنصرف يعني أنا اشتريت حاجة وطلعت الفيزا كارت أو الريسيد بتاعي ما حطهاش مع الفلوس ورد ومنصرف لأ الفلوس للفلوس كيس الفلوس للفلوس والحاجة اللي أنا اشتريت بيها حاجة والريسيد بتاعها أو الفيزا الفيزا كارت أو الحاجات دي بعيدة عن الفلوس بعيدة عن الفلوس أحطها في جيب الشنطة في جيب تاني في مكان تاني بس مش مع الفلوس عشان ما تقلش بركة الفلوس هناخد من هنا لبعد العيد وحنعمل دكتورة سوها عملاته وبعدين باقي في حلقة بعد العيد كده بشوية إن شاء الله نجيبها نتحاسب اللي غير محفظته يقولها إيه اللي حصل واللي غير مصارات